شو صار اليوم من 8 الصباح إلى 8 المساء تصدى حزب الله لمحاولتان تسلل من الجيش الإسرائيلي بالعديسة ومرون الراس ومنعهم من دخول الأراضي اللبنانية أعلن الحزب تدمير 3 دبابات ميركافا واستهداف مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال وأكد سقوط أطلة بصفوفهم الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 8 دبابات وجنود على الحدود مع لبنان وأكدت وسائل علام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية أنه فيه 14 قتيل من الجيش على الأقل هدد أفخاي أدراعي 19 ضيعة جديدة بقضاء صور بالإخلاق ودعا سكان الجنوب من جديد يطلعوا لشمال نهر الأولى بعد صيدة ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرتان اليوم استشهد فيهم 11 شخص على الأقل صارت المجدرة الأولى بمركز الهيئة الصحية الإسلامية بعيتة رون واستشهد فيها 6 من المسعفين ولاد الضيعة وبعد فيه شخص مفقود تحت الأنقاض والمجدرة الثانية بجنتة بالبقع صوب سلسلة جبال الشرقية واستشهد فيها 5 أشخاص بأصف على بات فيهم مدنيين كملت إسرائيل عدوانا على الضاحية ونفذت بين مبارح واليوم أكتر من 15 غارة استهدفت مناطق إرواس وشوايفات والحدث وصفار والشياح نزح لهلأ أكتر من 1.2 مليون لبنانة بسبب العدوان الإسرائيلي بحسب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورغم الأعداد الهائلة من الناس حين وتقصير الحكومة وخطة الطوارئ تبعها ما أثر وزراء الحكومة بالعنصرية وزير البيئة ناصر ياسين أعلن أن الحكومة عم تبحث بإنشاء مخيمات غير رسمية للسوريين العالقين على الطرقات أو تسهيل عودتهم على سوريا إذا كانوا حابين وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قال أنه نزوح اللاجئين السوريين مع اللبنانيين أثر سلبا على الوضع رغم أنه معظم مراكز الإيواء عم تستقبل بس لبنانيين